موسيقى مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقة برنامجكم دايب خاص ضيفنا لهذه الحلقة هو ضيف خاص وفارق خاص مع فارق الرجاء الريادي اللي توج لقبين هذا الموسم وفي ضرف أقل من خمسة أشهر لقب كأس الاتحاد الأفريقي وكذلك لقب السوبر الأفريقي ضيفنا هو السيجواد الزيات رئيس فارق الرجاء الريادي السيجواد مرحبا بكم وشكرا على قبول الدعوة أهلا وسهلا سيب العدي وشكرا على الدعوة السيجواد بداية باسم موقع التروسون سواسونت نهني فارق الرجاء الريادي بجميع المكوينة دياله على التتويج باللقاب السوبر الأفريقي هو ثاني لقاب في تاريخ ديال الفارق اللقاب اللي خلاع فارق الرجاء يكون هو أول فارق على المستوى القارة الإفريقية كيتتوج بهذه اللقاب خارج القارة في أول مبارغة تنظم خارج ميدان الفارق حامل لقاب دوري عصبات الأبطال فوش ممكن قولوا أن فارق الرجاء حاليا كما كان كيتقال انقض الموسم دياله معداء إخفاق ديال الخروج من البطولة العربية بعد إخفاق تأهل دور ربوع كأس الكاف فكيجيها تتويج باش انقض الموسم ديالراج مبعد تتويج ديال كوب دا كونفيدراتيون اللي 15 العام محرج عليها النادي كيكونها تتويج الثاني اللي تقريبا تعتاش العام مدى النادي الرجاء ما غانقولش بأنه تضلى سيزون هاد السنة كان عرفوا سنة استثنائية على عدة نوقات وان هادرو عليها تتويج الأول في حداته كان إنجاز رائع وكان يعني أنا فى حسب الأهداف اللي كنا استطرنا را كنا فتنائنا الأهداف بلقب واحد ما هي الحمد للله حصلنا على اللقب الثاني ما كنقول زلنا كتر ويعني امشينا أبعد من الأهداف اللي كنا استطرنا فى الأول يعني الفارق إلما حرش على مرتبة ثانية وما كانش مؤهل لعب دور يعني في دور عصبة الأبطال فما غيكونش مشكلة بالنسبة للمكسل موسيق لا غا نقول ما غا تكملش الفرحة ما غا تكملش الفرحة كانضم نادي الراجة عارف واحد الصعوبات وبعد المشاكل في الأويناء الآخرة في السنوات الآخرة احنا حددناه كأهداف والهدفنا الأساسي وإعادة هيكلة النادي تلا بغينا نلعبه باستمرار الأدوار الطلاقية في أفريقيا يجب أن يكون عندنا نادي مهيكل اللي وقعه السنوات الآخرة لربع سنين ثلث سنين عامين إلى خيره ما أعطاش ذلك الاستقرار استقرار يجب أن يكون مالي استقرار فيما يخص النزاعات واستقرار فيما يخص التكويل والتدبير ديال النادي هاد الربعات الرائز ما كانوش وهذا الهدف ديالنا الأولي اللي خططناه مع الإخوان اللي تحقوا معايا في المكتب ومنذ شهر ربعة فاش دخلنا في كوميسيون برويزوا مع السي أوزال كان الهدف الأول هو أن نقضوا الفارق ونعودوا توابط دياله ونعودوا نقضوا التوابط كان فهم في نفس الوقت بأن المحب دراجة والمحب بين كين الملايين استقرار المالي مهم لهم لكن اللي أهم هما الألقاب واللي صعب هو نجبره توازن بين الألقاب وبين الخدمة الشقة يعني الإعادة اللي هي كالا اللي كيتلب وقت كتير ويعني ماشي سبكتاكولير ما كيعطيشش نتيجة بشوية بشوية عاد كي يبن نتائج يعني المحب بين الرجاء كيبغيوا الألقاب الحمد لله تمكننا بها جوجة الألقاب وباش تكمل الفرحة بحالي كيقولوا فرنسا ويجامي باش تكمل الفرحة باش تكمل الفرحة خسنا نوصلوا للشامبينس ليك إن شاء الله ودابل يعني إحنا مركزين على هاد النقطة وديرين يعني جميع ما يلزم باش نحقوا على الهدف هذا ولكن فدل هاد الموسم للتستثنائي وش ممكن شوفش أنه كان ربما سوء تقدير من المكتب المصير أنه يصر رفقة طاقم تقني اللعب على مجموعة على ربع ديالواجهة يعني كان الدوري احترافي كأس العرش موطول العربية ثم كأس تحاد الإفريقي فدل كما كان قوله الترسانة المحدودة اللي كيتوفر عليها فريق الرجاء قبل من انتذابت جوج النقط النقطة اللولة كان واحد سوء أولا غنقول يعني ما قدرناش سوء تقدير فاش ما كانش احنا عدنا الفكرة بإنا غيم كلنا نوصلو لدمي فينا الكأس العرش ونديو الكوب اللاكاف ونديو السوبر كوب ونوصلو الكارت فينا الكوباراب ولعبو لكوب اللاكاف 2019 نسخة الحالية الحالية وكون قلت هلك أنا داك في شهر سبعة وشهر ثمانية قلت قلت ندير وعشي كل شيء قلت تقول ليرا هذا كوى ممكن السوء تقدير اللي كان عندنا من بعد كان قلتنا ندبرو المرحلة صعيب الناس كانوا كيقولوا يمكن لكم دخلوا بلز اسبوار تختاروا شي كمبيتيسيون من هذا ولعبوا بلز اسبوار أنا كان قلل ما يمكنش نادي من الحجم دي الراجة يلعب بلز اسبوار ويفشل بشي نتيجة كبيرة اللي ما تعطيش واحد صورة مزيانة أنا اللي كان قول اللي ما ساعدناش فيه لحد هو إغلاق ديال المركب محمد الخاميس أنا كنظن كو كان المركب محمد الخاميس ما تتغلقش غا تكون نتيجة صغيرة في لكوب ديال لكوب بغاب ذاك الماتش اللي أول اللي لعبناه في رباط ما كانش في المستوى كو كان الدعم الجماهيري ديال 40 ألف ولا 45 ألف متفرج ما نظنش واشن تكون نتيجة يالي كين وعندي جوج ولا ثلاثة المقابلات بحل ديال كوب دولا كاف بحل ديال أوطوهو ولا ديال أقادير اللي كانوا فرص كثيرة وإنما كان لعبو هادي ماشي هي الراجع وهادي ماشي هي الطريقة اللعب ديالراجع وهادي ماشي هي الفلسافة ديالراجع أنا ما كناش محظوظين الحمد لله على هاد الخمسات الواجهات درنا حصلنا على جوج ديال الواجهات ربحنا بجوج الالقاب والواجهات الثالثة هي البطولة الهدف ديالنا هو نمشي إن شاء الله للشامبينز ليل ولا حققنا هاد الهدف الثالث أنا كنظن بإن الراجعة تكون رجعت يعني من بعيد بحل اللي كان قوله لقرنا مع السنوات اللي فاتس أكيد أنه كان تتويج كان عمل في المستوى كماش فينا يعني على مستوى الأرقام ومش نواش نتحقق ولكن كان كذلك انتقادات خاصة عشق ديال التعاقدات فمغراجعوش نتكلموا لأنه قيلة الكثير في هذا الموضوع ولكن أشنه دار المكتب موسير أشنه هو التصور اللي عنده باش ما يوقعش في نفس الخطأ يعني في اليروكويتمون وفي التعاقدات في المرحلة الصيفية أنا كنظن فيما يخص الانتدابات اللي تقال كان فيه يعني مبالغة كتيرة فأنا أعطيك بعض الأرقام بالفعل بطرينا باتنجيبوا اللعابة بزاف في الشتوى في الصيف وفي الشتوى ألا لجبنا اللعابة بزاف لجبنا اللعابة بزاف ركشفتي فاش سلينا الموسم اللي عمليفت كانوا تقريباً العادي والخزان العادي دي الفارق هو اللي جون اللي جون كانت عندنا المنظومة مخدمه يعني المشكلة ما ما يمكنناها إحنا نتعاقبوا على شيء ما لم يدرناها إحنا جينا وشبرنا هذه المعطيات دون كانت ركشفتي نجيبوا اللعابة بزاف ومنك تبغي تجيب اللعابة إما عندك سيولة المالية باش يمكنك تجيب اللعابة ولا ما عندكش إحنا ما كانش سيولة المالية وحتى الكون بونكير ما عندناش شك ما عندناش كنا منك نبغيو نشرعوا قرعات الماء ولا نخلصوا الدولة نخلصوا الماء ولا نخلصوا الطيارة كنتلبو الشركة أخرى ولا التاسام ولا الجامعية اللي تخلص علينا يعني كانت واحدة بقيسة ديالنادي كيفاش يمكننا نديره انتدابات يعني كبيرة وانتا ما عندك حتى الشيك باش تخلص النادي اللي غتتعقد معه ويعني مناخدينا بنأعتبر هذ المشاكيل كلها بشي نجيبنا اللعابة اللي كانوا ديسبونيبل اللي كانوا ليبغ اللي مكننا نجيبهم بلا ما نقديوا تكلفة كبيرة وحسبنا بإنا تقريباً 11 اللعاب اللي جاو ولا 12 اللعاب اللي جاو مني كان شوفوا هذ اللعابة اللي جاو الناس كيقولوا انتدابات فاشلة أنا نقول لك نعطيغي بعض الأرقام السوبر تلعبو 12 اللعاب اللي تلعبو اللي لعبو حيث كانوا كانوا كانتدار بلاي شانجمو اللي حسبنا كانت 12 اللعاب اللي تدار فهذ 12 اللعاب اللي لعبو 5 جداد ومكلك تحسبهم لما نذكر الأسماء 5 جداد وكو كانوا هذ انتدابات فاشلة ما هنجبروش في السوبر 5 وقدموا الإضافة وحصلنا على نتيجة سوبر ولكن اللي شفنا في المقابس محيلا قاطعتك في دور المجموعات في مجموعة دي المباراة دي الدوري الاحترافي يعني مجموعة دي اللعابين اللي هم جداد في تركيبة دي الراجا ما قدموش الإضافة وكانت نتائج لهي سلبية متفق معاك أنا كنقول حلا عندنا 40 40 إلى 45% دي الانتدابات كانت نجحة والباقي ما كانش نجح وصرت الكعلاش حيث يعني ما كانش عنا سويلة المدينة عطيك عاو تاني مثال أخر فشتواج بنا ثلاثة اللعبة وانا كان نظن صفقات ناجحة رك عرفتهم مش كونه هما ورا قدموا الإضافة ورا لعبو في السوبر يعني علاش حيث كان عنا شوية الفلوس كان عنا الشيكية حاولنا هذا دي بل لي كان قولنا وقلتها لإخوان وعاونا كده ليا هو عنا تركيبة باشرية في المستوى العالي خصنا نحافظ عليها والهدف دي لنا هو ما نخليه حتى لعاب يمشي ان شاء الله نتفوقوا في هذا الباب ونحاولون ندعم الفريق ثلاثة أو لاربعات لعابة في المستوى الحمد لله هاد الألقاب وهاد أعطتنا واحد السويلة المالية وهاد الاتفاقيات اللي وقعنا مع المستشهيرين كذلك اللي وصلنا ثلاثين مليون دي لدرهم دي لدعم دي للمستشهيرين رقم قياسي دي الراجا ورقم قياسي في المغرب هاد شي كل شي كيخلينا يعني نخدموه بتفاؤل باش نحاولوه نحقوه واحد ثلاثة أو لاربعات انتدابات ون شاء الله في الأسابيع المقبلة حيث غت سولني شكوناهما غنقولك ممكن لشي قولك الأسماء ما في الأسابيع لقليلة المقبلة غت سمع لها دي لعابات لا غير أنا السؤال ديري ماذا مجبتينيش عليه واش كينشي السياجة سديدة ولا بعبارة صح واسي فتح الجمال هو اللي غايبقى مشتري في انتدابة دي لفارق أنا كنقول للناس اللي كي يقولوك لم يعني على فتح الجمال اللي ماشي في المستوى كنقول له مش كونا وفتحي جمال فتحي جمال كلاعب نقدم الكاتل نادي الرجا فتحي جمال كإطار كوون أجيال دي لعابة نادي الرجا والمغرب كإطار وطني حيث خدم في الجامعة كتير وفتحي جمال كذلك نحن اللي طلبنا له يرجع ماشي هو اللي يبغي شي نحن اللي قولنا له أجي تساعد معنا باش ندوزوا هات الظرفية اللي كانت صعيبة حيث في حي جمال الناس كيشوفوا غلين انتدابات في حي جمال مكلف بالتكوين ومكلي نقول لك بإنا اليوم الرجاة رأيية راجعة بالتكوين حيث لشفنا الشبان اللي عندنا دابة وطريقة العمل راحنا عندنا تبارك الله واحد الخازين كبير والخزان كبير دي اللي عبت الشبان اللي جاين في الطريقة دي هادي الناس ما كيادرش عليها حيث الناس كيشوفوا غلي كيبهم وكان قول بإنا في حي جمال ماشي هو المسؤول لوحده على هذه الانتدابات كان في هذه الانتدابات واحد الفارق اللي صهر عليه وانا فيهم دوك حتى أنا كنتحمل لك لا درنا لخطقنا 50% في الانتدابات أنا كنتحمل أنا اللي أول في حي جمال غير واحد من الإخوان اللي خدموا طريقة العمل دي لنا واضحة كان فيها الكوتش السي فاتريس كارتورون السي يوسف سفري فتحي جمال والإخوان في المكتب أنا والسيم هدي بالغتي والسي عماد هاتور والسي أنيس محفوظ اللي كان درسوا وكان شوفوا شنو هما الاقتراحات شنو ما بعدها اللي قصنا نعزهم شنو ما أماكن الخصاص ومن بعد كان شوفوا شكون اللعابة اللي يمكن يدخلوا في هاد الافيزيون هادي ومن بعد هاد كان بدوا الحوارات مع اللعابة ومع الانديا واش اللعاب بغيجي واش النادي بغيجي واش الاجان إلى آخره باش عاد كان نوصل واحد نتيجة ذنك هاد يعني واحد العمل دي الواحد الفارق ماشي تشخص ولا نجحنا ولا نجحنا في السوبر كوب وكانوا خمسة دي لعابة اللي شاركوا وهم من تدابات أنا متفاجأ ما كانش لقال برافو فتحي جمال هاد خمسة دي لعابة قدموا الإضافة وربحنا كان عارفو انتقضوا غير منك يكون نتيجة ما مزيانة منك تكون نتيجة مزيانة ما كان عطوش لكل واحد ناصب ديره ولهذا أنا كان قول فتحي جمال هو كادغ يعني من الأحسن اللي عنا في المغرب فيما يخص تكوين والكرة القدم وإحنا فخورين يكون معنا فتحي جمال وغنزيدون مشوا في العمل كان نظن بحل يقول لك انتدابات شتوية كانت في المستوى ما نذكرش الأسماء وإن شاء الله عاودوا نديروا شي انتدابات عاودتاني في نفس المستوى ولكن يمكن أحسن باش نعزوا الفريق دينا وقووا الفريق دينا ويمكن لعلا وفقنا سيدر بي وتأهلنا في تشامبيونز ليك نقدموا واحد الراجا يعني في المستوى العالي باش نمشوا أبعد ما ممكن في البطولة وفي تشامبيونز ليك العامل يعني في الكلام دي لكم يعني الأهدف هو الحفاظ على التوابت هذا يعني أن المكتب مصير ما مستعدش لنقش عروض احترافية اللاعبين اللي هما بيرزين فريق رجاء بدربانون عبدالله الحافيدي وأسماء أخرى اللي كتلقى مجموع من العروض الفلسفة ديال النادي مهار ليكنت هو معمر النادي غيوقف فوجه شي لاعب وما يخليش لكان شي عرض في المستوى وشي نادي في المستوى اللي غيستفد فيه اللاعب والنادي هذه مثل تكلم عن الرؤساء القدام الفلسفة والنادي الرجاء يعني مثل الفلسفة دياله ما يوقفش ولا يفوجه شي لعب اللي عنده شي عاجة كبيرة حنا الهدف ديالنا واللي فسرنا اللاعبين هو بغينا نحفظوا عليهم حيث هما لعبين أساسيين وفي المستوى ومخلقين وركشتوا اللي قدموا النادي ودازوا محضر فيه العمل اللي كان فيها مشاكل كثيرة وبقوا صمدين حيث كانوا وحدين أخرين مشاوا جاوا معروض ومشاوا وما بقوا صمدين ودازوا لهذه المرحلة الحمد لله اللي جاد فيها الألقاب وجاد فيها السيولة المالية إلى آخرين وقدموا يعني أنا كنقول من أحسن لسيزون اللي عرفتها الراجا حيث وصلنا الواحد وخمسين مقابلة وبقين عشر المقابلات واحد وستين مقابلة في حد تارا سنة استثنائية تأخر ديالت جديد بعض اللاعبين كي بيين أن إما أنهم رافضين أو كيين يعني صعوبة في المفاوضة ديالت اللاعبين الإقناع ديالهم بتجديد شنو تطبطوا شنو وقع ألو تسم يمضع تجديد ديال بعض اللاعبين بادر بانون هو اللول اسميته كذلك أبو عميرة شاكير إلى آخر يمكن تستيبع ديالعبة هدو من ضد العقد ديالهم كيين جوج ديال العقد اللي إحنا كنتكلموه فيهم دابا إن شاء الله إحنا متفائلين غنوصل لوا حد نتيجة كيين الرغبة من الطرفين لكن فينا أول وقت باش تقلس مع ديالعبة نظرا إلى الظرفية الصعبة جاءوا نهار دخلوا للعابة نهار السبت اه ارتاحوا نهار الحد نهار اثنين تدريب نهار ثلاث تدريب مشوهوا المراكش باتوا لعبوا مقابلة رجعوا اليوم غيرتاحوا وغدا تدريب إلى آخر حتى ذا كل وقت ديال سعتين باش تقلس وتطرق الأمور ما كيناش دوك احنا كن ندبرو هاد هاد الأمور كنظرون لعبا فرحانين بالموحيط اللي كين اليوم فرحانين بالطريقة تسير اللي كينها فرحانين بالأداء التقني اللي كين فرحانين بالمرضوضيات ديالهم وكنظرون غاي يزيدوا يكملوا معنا هاد جوجل لعبين اللي كان هضروا اليوم السي حضرافو السي ياجور وإحنا متفائلين غان نصولوا شي نتيجا وغان نزيدوا ندعمه بحل يقول لك بواحد جوجل لتلاسة اللعبة باش نكونوا جاهزين لعب جاي هره هو منذ تولي سي جواد المنصيب ديال الرئاسة وكذلك من اللجنة ديال اللجنة المؤقتة كنشوفو كين عمل وكالحرش اللجنة ولا المكتب اللي ولا على العمل يكون احترافي يكون واحد تعامو اللي هو إنساني بين اللاعب وبين المكونات ديال الفارق ولكن في الحالة ديال اللاعب لما ما بيدي كنشوفو ربما شيء مخالف يعني لإبعاد دياله من الفارق ربما أنه كان من التوابط ويعني الحرمان دياله من سوبر الإفراقي روما أنه ساهم في التواجد ديال الله كاف واش مكتشوفش أن التعامل ما كانش كيلق اللاعب قلتي واحد نقطة مهمة المكتب الحالي بني كنا في المكتب موقات لجنة موقات ولا لجنة الموقات حرصين باش يكون العمل يعني مهني واحترافي شنو هذا العمل الاحترافي اللي كان أمنوا به في المكتب سبارك الله كين ناس عندهم كفاءات عالية كل واحد كيتكلف الميل في دياله وخاء أنا رئيس كين اللي كيتكلف التكوين كين اللي كيتكلف مسائل المالية كين اللي كيتكلف مسائل الماركيتين كين اللي كيتكلف مسائل يعني كل واحد عنده وما كينش تدخلات ولا هذين نقطة الولى وكان أمنه كذلك بأن إذا عنا مدرب في المستوى ومدرب مساعد في المستوى وطابب في المستوى ومدير رياضي في المستوى باش كل واحد يدخل ما دياله حنا في المكتب معمرنا غندخله في الاختيارات ديال المدرب ونقول له للعب هذا ولا للعب هذا المدرب ونائب المدرب دياله عندهم تبارك الله الكفاءات لا باتخيس كارتوغون لا يوسف سفري اللي قدم تبارك الله كلاعب رجوي كلاعب دولي في الفريق الوطني كلاعب محترف يعني في إنجلاتيرا وفي القطر إلى غيره واللي كيبرهن عليه كمنغضم ككوتش أجوان ما يعني هاتشي كل شي كيخلي نحنا متفاعلين وكان على عطيهم الصلاحية الكاملة بغاو يديو اللعابة ديوه ما بغاو يخليو يخليو كل واحد حسب الاختصاصات دياله كييدبر الأمور ديالو هذي الى الاحترافية ما اللي جاء اللي بكتب يدخل ويقولو يديي هاتي اللعاب وخلي هاتي اللعاب ولا خسرناش كل هغال المسؤول المدرب مسألة ديالة ديالة مرتبطش بالطاقم تغني مرتبطة بالمسؤول حضرت لي على جهد نقاط حضرت لي عند قتال الأولى اللي ما ما بدي خلاله لا اللي ما بدي خلاله لش ما مشاش سوبر حرمته أنا ما حرمناش أنا كان واحد مزاف دلعاب أنا كن ما كرانج ندي معي السيمو قول حاج كان يمكن لي ندي قدم خدمات كبيرة كان يمكننا ندي والعالمي كان فوق الاختيار تقم التقنيكي دي العمل دياله أنا مكن لي قولك ما يخص لي ما بدي دي كانوا معه ثلاثة ولا أربعة اجتماعات باش نمدوا العقد دياله وما حصلناش لواحد النتيجة وحتى هو كنظن ما عارفش راسو بين هو كيقول حاجة واللاجون دياله كيقول حاجة إذا كان مكتابا رغا يتمدد العقد إذا كان ما مكتاباش رغا يتمددش العقد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة